ترأس سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اجتماع لجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الاهلي حيث طلع حميدان على كافة الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإقامة الحفل الثاني والثلاثين لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من قبل اللجان الفرعية المساندة لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يعكس الأهمية الذي تحظى بها هذه الفعالية السنوية من قبل العاهل المفدى حفظه الله ورعاه وتقديره لأبنائه العاملين في مختلف المواقع الانتاجية ولفت سعادة الوزير لأن تكريم المؤسسات المتميزة من شانه أن يكرس مفهوم بيئة العمل اللائقة في كافة القطاعات الانتاجية بما يحقق جودة الأداء وفعالية الانتاج وتطوير الجهود المشتركة نحو استقطاب المواطنين في بيئة عمل صحية ومنتجة تضمن استقرارهم وتطورهم الوظيفي مشيدا بتعاون كافة أطراف الانتاج مع اللجنة المنظمة خصوصا فيما يتعلق باختيار الفئات المكرمة من عمال ومؤسسات متميزة